أذكر أن وليام شيكسبير أيضا في هاملت المسرحي الأشهر له تقريبا وخاصة حين يتحدث عني عن حفار القبور ذاك حكيم في شكل حفار قبور وطبعا كان يغني وهو يؤدي عمله وكأنه يزفهم كأنه يزفهم إلى ليلة عرزهم إلى أن بلغ بنا شيكسبير جمجمة كان يحرك الجماجم ثم يخاطبها ويبدأ يعيش سيناريو متخيلا من حياة أي صاحب الجمجمة الذي ربما مات قبل مئة قبل خمسين قبل خمس مئة سنة لا ندري حتى جاءت أي جمجمة في يده وقال حفار القبور طبعا سيكسبير هو الذي يقول على لسان حفار القبور وماذا يمكن أيضا أن يطفر بي الخيال لينتهي إلى أن إلى أن دماغ أو جمجمة الفاتح العظيم الاسكندر المقدوني الاسكندر المقدوني انتهت لتكون سدادة لزجاجة خمر وضربت أيضا كذا سدادة لزجاجة خمر ممكن الاسكندر المقدوني كانت هذه نهايته في هذه المطافة هذا العمق العجيب في الحياة تخيل التعالي والانفكاك من قيود الزمن فضلا عن قيود البدن والمكان حتى قيود الزمن تبحر معه شيء عجيب فكيف الذي يتجاوز بحبه ليس بس الحالة الأليفة يتجاوز إلى البشر وإلى النبات وإلى الأعشاب إلى كل شيء على طريقة شاعر الأمريكي العظيم شاعر الإنسانية الذي عاش ملعونا ومات مرذولا وكان يشبه كرامكم الله بالخنازير لماذا؟ لأنه كان مندكا في الحياة فعلا يشعر أنه جزء عضوي حقيقي في هذه الحياة الحياة روح تتجلى مرة عشبا ومرة شجرا ومرة كلبا ومرة دودة ومرة إنسانا وهكذا وهو جزء من هذه الحياة وكان يرى أن الخلود هو منصر الكائنات لا شيء إلى زوال كل شيء لا بد أن يبقى حيا بصورة أو بأخرى وكان يعني يقول إذا أردتني وجدتني تحت ترابنا عليك أطلبني تجدني تحت ترابنا عليك لماذا؟ هذا التراب طبعا هذه الحكمة البالغة حكمة بالغة وليست موعظة أعطي فيها إنما حكمة بالغة هذه الحكمة البالغة أصابها شاعر لحكيم حكيم المعرة حكيم الأدب العربي أبو العلاء المعري خفف الوضع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجسال أصابها من قبل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه حين أتي في صفين وهو يعارك جيش الشام يكوب من الماء في قائضة الصيف فرفعه لكي يشرب ثم جعل يتأمله وإذا به يبكي ويخاطبه يقول له كم فيك من خد أسيل وطرف كحيل ربما هذا التراب في يوم الأيام كان فتاح أسناء غيداء ممشوقة القوام جميلة معذبة قلوب الرجال والشباب ماتت أكلها التراب وضربها الخزاف كوبا ما الذي يمنع هؤلاء هم الذين تعمقوا الحياة عاشوا الحياة حقا